السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ثم بعد ذلك نقوم بالتسمية هذا المولود نختار له اسما وخير الاسماء ما حمد وعبد يعني افضل الاسماء ان تقول عبدالله عبدالرحمن هذا افضل الاسماء عبدالله عبدالرحمن وبعدهم الاسماء الحسنة عبداللطيف عبدالرحيم عبدالكريم عبدالجبار كل هذه الاسماء طيبة ما دمت فيها التعبيد لله ما عبد وحمد حمد يعني محمد او احمد او محمود او حماد او غيرها من الاسماء كلها مشتقة من اسم محمد ما عبد وحمد ويلغى بعد ذلك اسماء الانبياء والمرسلين يسمى موسى وعيسى وابراهيم وادريس وعمران وغير من اسماء الانبياء كلها تاتي في الدرجة الثالثة بعدما حمد وعبد ثم بعد ذلك ممكن اسماء الصحابة رضي الله عنهم حمزة عمار ياسر هريرة او غير ذلك من الاسماء الجميلة للصحابة الكرام ثم بعد ذلك اسماء العلماء والصلحاء مثلا مالك وحنيفة وغير من اسماء المعروفة من الفقهاء والعلماء والصلحاء المعروفين في التاريخ ثم بعد ذلك اي اسم اخر يحمل معاني جميلة اسم يحمل معاني جميلة الى كانت انت عادة الناس المسلمون والمغربة على وجه الخصوص الى كانت انت مبكرة كاسم فاطمة الزهراء تيمنا بفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان المولود ذكر اول مولود يسمى محمد تيمنا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان توأم يسمى الحسن والحسين تيمنا بالصبطين الاكرمين للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم فان كانت توأم انت صفا ومروة تيمنا بان الصفا والمروة من شعائر الله هذه كله اخير باذن الله فالنساء نختار لهم اسماء الصحابيات خديجة وعائشة وزينب وغير من اسماء الصحابيات الجليلات فان لم يكن اسماء الصالحات في التاريخ هناك نساء صالحات فاضلات فان لم يكن فالاسماء اللي هي تحمل معاني جميلة عثاف او سارة او غير من الاسماء الجميلة ونتجنب الاسماء اللي هي محرمة كاسماء المشركين تسمي اسمه مسيحي او نساء ايارا او جاكلين او غيرها هذا لا يبغي في الامة الاسلامية او اسماء الطغاة كفرعون وهامان وقارون هذه اسماء محرمة لان تحمل اسماء الطغاة او اسماء التي توحي بنوع من الفسق والفجور كانت تسمى مثلا ناهد او اسماء فيها نوع من الهيام فيها نوع من العشق تفقد الاحترام فالانسان دائما يختار الاسماء الجميلة التي تبقى للمولود بعد ذلك اذا كان المولود ذكر انه يختن يختن فالختان هو ايضا من سنن الفطرة له ان يختنه في اول اسماء الاول ممكن ان يختنه بعد الاسماء الاول في الاربعين هو حر حسب فهو استحباب اي وقت ختنته فهو استحباب ويكون وجوبا لما يبلغ البلوغ حينما يشك البلوغ عنده احدى عشر سنة اتنشر سنة صار واجبا ولكن قبل ذلك اي وقت اخترته في الاسماء الاول اسماء الثاني في الاربعين كله خير والطبيب هو اعلم كيدر التحليل الدموية للمولود وكلقى بانه ما عندوش متران شي فقر دم او شي حاجة اللي هي مؤثرة فيقوم بختانه الختان يبغي ان يكون مستورا ما يعرفوش الناس يكون مستور حماية للمولود لانه قد يتعرضوا للعين اما العقيقة مثل الزواج يكون فيها الاشهار ويكون فيها الاعلان ويجمع لها الاهل والاحباب ويعقلها كتكون دبيحة هذه الدبيحة هي كتحمي من العين بحال في الزواج الزواج كندروا الدبيحة لماذا؟ اراقة الدم كنحميوا العروسة من العين وكنحميوا العائلة ديلها من العين كيكون الشاعر كبير الناس صرفوا في اموال طائلة وبغوا يفرحوا قد يصابون بالعين ولكن لما كندروا الدبيحة لله ويراق الدم يحمي من العين كذلك العقيقة كتكون تجمع العائلية وكيكون مظاهر الاحتفال ولكن لما نعقوا الدم يحمي من العين العائلة والاحباب اش يقولوا للأهل السنة النبوية الدعاء المأتور بوركت في الموهوب وشكرت الواهبة وبلغ أشده ورزقت بره هكذا من السنة النبوية كنقولوا للوالدين ديل المولود السنة النبوية بوركت في الموهوب وشكرت الواهب هو الله تعالى وبلغ أشده ورزقت بره لمعرفش يقول الله يبارك الله يزيد في الخير وهذه نعمة عظيمة فنطلب الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأولاد والبنات ونحن إن شاء الله تعالى في كل حلقة من هذه الحلقات نتناول قضية من قضايا الدين لعند ارتباط بالحياة ونشرحها فقهيا نبقى دائما مع القرآن العظيم والسنة المطهرة ومقاصد الشريعة العليا وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة